فتحت المؤشرات الرئيسية في وولستريت على انخفاض إذ تفاقمت بيانات الوظائف التي جاءت أقوى من المتوقع لمخاوف المستثمرين بشأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة لتهديئة ارتفاع الأسعار هبط المؤشر داونزونز الصناعي 224.9 نقطة بما يعادل 68.68% وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا بـ 18.70 نقطة أو 45 من المئة بالمئة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 70.86 نقطة أو 58 من المئة بالمئة